موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله النهار دعم نتعلم طرية عمل روتوري كامري لجهاز سوليكس باريا زيد وان ان شاء الله الطريقة دي بتكون سارية للجهاز سوليكس باريا زيد وان شاء الله عمل روتوري كامري لجهاز سوليكس باريا زيد وان شاء الله الطريقة دي بتكون لاندرويد 5.1.1 لجهاز والإكتباريات Z1 ان شاء الله هنحتاج فايل هضع لكم الرابط بتاع في الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله الفايل اول ما نخش عليه هنلاقيه بالشكل ده يدوس اسكيب ايدي هيدخل عنا موقع بضغط هنا على دموان هيبدأ الفايل يحمل معنا بالذات زي ما انتو شايفين زي ما عليكم شايفين الفايل بدأ يحمل طبعا هننزولها من كده مش محتاجه ندخل على الفايل ونعمل له اكستراكت وندخل على الفولدر اللي فكنا نضغط منه هيبقى بالشكل ده تمام اول حاج هنحتاجها ان احنا هننللل فايل سوبل اسيو للجهاز طبعا هنضطل ان احنا نوصل الجهاز وهنحتاج طبعا اليوزبي نوصل الجهاز وشان ننلل الفايل بعد نوصل الجهاز ناخد سوبر يوزر كوبي بعدين ندخل على ناخد كوبي وندخل على الجهاز نحطه في اي زكرة على حسب انا مثلا هنحطه اكل او زكرة الخارجية طبعا انا هنحطه قبل كده تمام ننمي على الفايل ثاني بعد ما نضغط الفايل نشيل الوزبي من الجهاز وندفق الجهاز نعمل له باور اف بالتلفون طبعا بذكره هو الطريقة دي للجهاز تمام نفتح الفايل او التكست وناخد اول امر سوري ناخد اول امر اللي هو فاست بوت فلاش بوت دوت اي ام جي ناخد الكوبي ننسيبه مفتوح عشان هنحتاجه تاني نضغط كليك هنا في الجزء الفاضي هنا بعدين نضغط كليك كيمين سوري نضغط شفت الاول بعدين نضغط كليك كيمين هايزغل لنا اوبن كوماندو واندو هير افتحه هايزغل لنا مستطيل بالشكل ده نضغط هنا نضغط هنا نضغط كليك كيمين ونضغط هنا على باست ونضغط انتر حاليا هو حاليا هو بيطلب ان احنا نوصل الجهاز عشان توصل الجهاز لازم تدوس على volume الاول قبل ما توصل الجهاز لازم تدوس على volume up او الزرور اللي بيعلي الصوت في الجهاز وبعدين توصل الجهاز زي ما علاماتكم شايفين الجهاز اتعرفت ونزل الفايل هنحتاج الفايل التاني نرجع تاني وناخد الامر التاني ناخد الامر التاني الامر التاني ونضغط انتر تمام حاليا هتمام معكم من التيفون تمام دلوقتي اسنا ما الجهاز بيفتح زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيفتح ننتظر لحد ما تيجي على متسوني نفضل نضغط زر خفض الصوت اللي هو ده نضغط على الزر ونسيب لحد ما يخش على recovery زي ما حضراتكم شايفين انا اسف recovery صيني زي ما حضراتكم شايفين نضغط 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 نختاره ونبدأ التنصيف ننتظر تمام اول ما يخلص نضغط reboot للجهاز ننتظر ونضغط على اي حاجة عشان ما يخش على recovery لو حضراتكم حابين تدخلوا على recovery او تعملوا اي حاجة زي ما وردت لحضراتكم اسناء ما الجهاز بيفتح اول ما يجيب اللوجو بتاع شركة سوني نضغط على زر خفض السود عشان يخش على recovery تمام ننتظر ننتظر ان هنا نعمل Upgrading تمام جهاز دلوقتي بتاع زي ما حضراتكم شايفين بالفعل السوبر يوزر تم بنجاح او دخلنا عليه هنلاقيه بالشكل ده لما عدرككم شايفين تمام وبكده تكون خلصت انا معاكم محمد حسين من قناة اندرويد بسوطة او اندرويد سيمبلي ما تنسوناش بلايك وسبسكرايب للقناة تعملوا لنا لايك على الفيديو لو عجبكم وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا اخر فيديوهاتنا وشكرا ليكم على متابعكم اشتركوا في القناة